اهلا بكم في ايه في حكاية ايه تلو من صفق من رسالة روميا صح 12 ايه 20 فان جاء عدوك فاطعمه وان عطش فاسقيه فانك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه والاية دي متخدم من العهد القديم من صفر الامثال صح 25 ايه 21 بيقول ان جاء عدوك فاطعمه خبذا ان عطش اسقيه ماء بس كده لكن معلمنا بولوس اضاف ليها الحتة دي فانك تجمع جمر نار على رأسه ايه معنى تجمع جمر نار على رأسه في بعض الناس للاسف فهمت الاية دي على انك انت ما تقدم محبة لعدوك كأنك بتكسفه يعني كأنك انت بتحرجه لكن طبعا الانسان المسيحي عمره ما يكون قصده كده ان يقدم محبة للناس عشان يكسف حد لكن احنا ما لاحظ في الكتاب المقدس معنى النار ايه او جمر النار قال عنها احد المفسرين تفسير جميل اوي قال النار في كتاب المقدس اشارة الروح القدس زي ما سفر العمال صح 2 حل الروح القدس عليه مثل السنة نار فالنار هنا اشارة الروح القدس يبقى انت ما بتقدم محبة لعدوك وتقدم له يعني حاجة جميلة رغم انه هو عدو ليك كأنك انت بتخلي الروح القدس على رأسه تجمع جمر النار على رأسه يعني تخلي الروح القدس في الوقت ده يشتغل في رأسه افكاره ويغير فكره من ناحيتك فهو كده فكره يبقى تحت سيطرة الروح القدس والروح القدس يغير فكره من ناحيتك يبقى انت ما بتقدم محبة لعدوك بتدي فرصة لعمل الروح القدس انه هو يعمل فيه في فكره على رأسه هنا او فيه تفكيره ويقدر الانسان ده فينا ربنا يغير حياته طبعا الامثلة كتير او في تاريخ الكنيسة شو مسلا قصة المعلم ابراهيم الجوهري تذكره في 25 بشانس لما جي اخوي اشتكيله وجرجس الجوهري وقال له فيه اسرة بتشتمني كل ما مشي في الشارع ويكلمه عليها كلام وحش فقال له انا هقطع لك لسانهم فهو افتكر اخوه انه هو اقطع لسانهم بمعنى هيئذيهم لكن هو بعد كده بقى بيبعت هدايا للبيت على طول باسمه ويعرفوا انه الهدايا دي منهم فبعد كده بقى بيمشي في الشارع الاولاد او الاسرة تقول كلام حلو قوي لجرجس الجوهري فرجع الاخوه وقال له الناس اتغيرت خالص انت عملت معهم ايه قال له انا اطعت لسان الشر وخيارت اللسان بتاعهم ادي معنى ان احنا ما بنقدم محبة بنخلي افكار الناس تحت سيطرة الروح القدس وممكن تتغير ويحكي عن ابونا بشوي كامل في اسكندرية انه هو كان اوقات واحد صاحب دكان ده ما بيكلم عليه بطريقة وحشة كل ما يبينش في الشارع وما كان الرجل اللي تعبه راح المستشفى ورح زاره ابونا بشوي في المستشفى ومن ساعتها الرجل معاملته اتغيرت خالص مع ابونا بشوي كامل فده بيبين قد ايه لو احنا بنقدم محبة حتى للاعداء ممكن ادي فرصة انه هم يتغيروا فآية جميلة قوي في رمية 12 آية 20 ان جاء عدوك فطعمه ان عطش فاسقيه فانك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسيه لإلهنا كل مجد كرام الابد ام اشتركوا في القناة